أعزاء الطلبة السلام عليكم اليوم راح نجاوب على الأسئلة اللي امتحنى بها ضمن العدد من المجامع مجامع الطلبة اللي اتخص طبعا امتحنى بطريقة الانلاين اللي تخص موضوع من مواضيع الوحدة الثالثة ضمن أسئلة القواعد يعني يجي ويا أسئلة القواعد أولا امتحن اجل الانلاين لديها أحضر عدد المجامع هنا لو أجي أشوف الجملة طبعا هو قال لي موضوع الى حالة على ماذا كانت على ما انبنت اجل الانلاين لديها أحضر عدد المجامع هذه الحالة هي حالة بوجود الانلاين لا لأن الحالة هي حالة حتى مع أن الجملة إذا قرأتها راح تلقى بها حالة الاحتمالية إذن هذه تخص حالة الفيرس كونديشنال الجواب ماذا راح يكون؟ جملة إف اجتبت بالبداية راح تعامل وياها بالمضارع البسيط والجملة الأخرى راح تأخذ وال خلنا نجي نشوف الحالة شون نصير يس ازوي سيد اف اي فايند هنا فايند بما أنه اي يكون الفعل مجرد الجملة الأخرى راح تأخذ يبقى الفعل مصدر مجرد طلاب هان ما طلبت منعدكم أنه أبدل أليس بإف يعني فقط مجرد صحيح الفعل لأن شفت بعض الإجابات أنه مستخدم حالة إف يعني حاذف أليس مخلي إف والجملة مسويها إف شي دازنت كيب يعني حالة تبديل it's okay correct لكن the question here correct the verb only so you don't need to change or shift يعني لازم هنا تبقى الفعل بس مجرد صحة على الفعل فقط الصحة على الفعل أما تجي تبدل تخليل ال if هاي ما يصير هذا مو جوابنا زين بهذه الحالة راح أراعي أنه هذا الزمن مضارع بما أنه الجملة هذه ال main close اجدت بال present symbol بالمضارع البسيط إذن جملة ال ls أو جملة ال f هنا بمحالها راح تكون أيضا مضارع بسيط على اعتبار أنه هذه الحالة هي حالة zero فالحال شو راح يصير بهذه الحالة unless she keeps يعني الفعل راح يأخذ s على اعتبار شي مفرد فالحال هنا راح يصير she keeps three if they have a meeting they couldn't have come late أول بداية ال f اجدت أجدت بالبداية الجملة الأخرى بها could have come يعني could have تصريف ثالث إذن هذه من خلال high أعرف أنه هذه من خلال حالة main أعرف أنه هذه third conditional بالتالي شو راح أسوي أحول جملة if يعني i have to shift it into what into past perfect لحالة الماضي التام فش راح تصير هنا الحل راح يكون hat hat يعني ال have بين الأقواس تسبق بهاد وتحول للتصريف الثالث بالماضي التام hat hat for if i study harder i wouldn't have the exam if i study harder i would have the exam هنا هنا الجملة انبنت على أساس أنه عدي would have وتصريف ثالث would have تصريف ثالث إذن هذه أيضا third conditional في هذه الحالة الفعل أسبق بجملة if أسبق به وحول للتصريف الثالث دعني نرى ماذا يحدث yes had studied had studied نقلب y إلى i ونضيف ed five if i be you i'd train as a doctor هنا أنا طلاب عندي ود زائد مصدر مجرد طبعا الود بالمختصر i would train as a doctor if i be you i'd train as a doctor هنا بما أنه هذه حالة second فجملة الف لازم تكون بالماضي فال ب اتعامل وياها على أن هي زمن ماضي فبهذه الحالة إيش رح يكون ال ب رح يكون where ب حالة جملة غير حقيقية فهنا رح يكون ال ب إلى where نجي الأسئلة الأخرى six if he not apply if he not apply هنا not apply for this job he can get طبعا عندي can get معناها أنه الحالة هي بالfirst conditional فبهذه الحالة النفي بالمضارع البسيط طبعا النفي بالمضارع البسيط هاي first conditional تعتبر النفي بالمضارع البسيط يعما استخدم do not يعما استخدم doesn't فهنا بما أنه الفاعل مفرد he بهذه الحالة راح استخدم doesn't الحال راح يصير doesn't apply for this job he can get another one seven which course mona apply for if she passes all her exams this year correct طبعا جملة بالمضارع بالوسط بالمضارع البسيط فهنا بهذه الحالة راح تعتبر المبنية على احتمالية وجود الفعل apply احنا اتفقنا اذا get apply معناها اغلب الاحيان هي first conditional راح تكون فجملة if بالمضارع اذا جملة main close راح تكون بالمستقبل بهذه الحالة راح تكون will mona apply yes will mona apply if he probably gets a license he buy his he buy his car anywhere طبعا هي مو buy صح احنا احنا بالامتحان قلنا drive drive his car anywhere if he probably gets a license he drive his car anywhere بما انه probably فهذه جملة مبنية على اساس انه احتمالية فهذه الحالة راح تكون first conditional جملة main بالمستقبل البسيط future symbol will drive will drive 9 i wouldn't read your diary if you didn't hide don't hide it is such an obvious place choose انه المطلوب هو اختيار بما انه عندي would z would plus infinitive وزاد مصدر مجرد فهذه حالة second اذا جملة if هذه الحالة لازم تكون لازم تكون بحالة الماضي فاختار didn't hide didn't hide yes 10 if i had enough money i would have a new car طبعا عندي اكوه اسلوب بسبح 130 تحديد نوع الشرط if i had enough money i would have a new car this is third conditional or second conditional في هذه الحالة هل سيختار هل هي third or second طبعا عندي هذا لم يكن تصريف ثالث وعند would have لكن لم يكن تصريف ثالث اذا هذه ليست third بنات او طلاب لان شفت بعض البنات للأسف اللي مجاوبين على third conditional او كذلك بعض الطلبة فلذلك طلاب او طالبات هذه هنا راح نختار second conditional على اعتبار نقصها للحالة للشرط الثالثة والحالة الثالثة اللي هو التصريف الثالث 11 if you can طبعا نجاب عن 10 if you come early you can could go early choose هنا الحالة هل هي نختار can go or could go بما انه هنا عندي كم مصدر مجرد فهذه حالة مضارة اذا لذلك راح اصير can go can go او الكون عندي كم هذا ما لدينا حول الاجابة عن اسئلة موضوع conditional structure اتمنى لكم كل الموافق يا احبتي في امان الله